هو ضروري يكون الجواز عن حب وهل الجواز عن حب ممكن يكون حرام هنا بقى لازم نقف شوية ونسأل ايه هو معنى الحب هو معنى الحب ان الناس لازم تعاملهم مع بعض يكون فيه تجاوز الجواب لا الحب هو ميل القلب والحب عاطفة رائعة وجميلة ولازم بالعكس ده احنا بنحفز الناس ان كل ما كان فيه حب ما بين الزوجين كل ما كان احسن بس مش معنى كده لو الحب مش موجود يبقى ما فيش جواز لا احنا لازم نفهم القصص بقى واحدة واحدة لان الكلام في المنطقة دي كلام مهم ايه معنى ان يكون عن حب لو فيه قبل جواز حب ايه ضوابطه وايه المعايير اللي احنا لازم نلتزمها عشان الحب ده يبقى حب يوصل الناس ان هم يحافزوا على بعض ويبقوا المسألة فيها عفة وهل الجواز اللي مش عن حب بيفشل فيه تحديات لكل نمط من انماط الجواز فيه تحديات الجواز عن حب فيه تحدياته وفيه تحديات الجواز عن ترشيحات اللي استرح الناس عن تسميته جواز الصالونات تعالوا بقى انك بص بشكل واضح الجواز لازم يكون عن حب لا الجواز لازم يكون عن قبول ايه معنى القبول ان يتحقق فيه الحد الادنى من المتطلبات ولا يتجاوز الخطوط الحمراء في الاختيار ده يبدو الكلام ده حلو اول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا في الاختيار كلمنا عن ده قال تنكح المرأة لجمالها وحسبها ولمالها وجمالها وحسبها ودينها فاذفر بذات الدين تربت يداك وكأن الدين متطلب من المتطلبات الأساسية اللي احنا ما ننفعش نتجاوزها ولبأس يكون باقي المتطلبات التلاتة موجودة فعلمنا حضرت النبي ان يبقى فيه اشتراطات أساسية في اختيار شركة الحياة واشتراطات أساسية في المسألة دي لو حققت الاشتراطات الأساسية وما تعدناش خط من خطوط الحمراء يبقى هو ده معدن القبول